ما هي طرق التجارة التي يعتمد عليها لبنان في تبادلاته التجارية وإلى مدى يمكن أن تتضرر بسبب طبعاً تواصل الهجمات الإسرائيلية على لبنان بالبداية نشير إلى أنه يعني برياً اليوم هناك الطريق الدولي عبر الحدود مع سوريا التي يتم فيها التبادل التجاري ما بين لبنان وأيضاً دول الخارج إلى جنب ذلك الشحن الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي نذكر بهذا الإطار اليوم أنه تراجعت حركة شحن البضائع بنسبة 1.3% في نهاية العام 2023 إلى جنب ذلك نتحدث اليوم أيضاً عن الشحن الجوي قبل انفجار مرفأ بيروت بالعام 2020 كان يمر حوالي 8 ملايين طن من البضائع سنوياً وأيضاً قيمة التجارة كانت ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنوياً ولكن طبعاً يعني بعد حدوث الانفجار توقف التبادل التجاري عبر مرفأ بيروت واستؤنف تقريباً يعني بأغسطس من العام 2024 إلى جالب ذلك إذا القينا نظر على إجمال واردات لبنان بالعام 2023 نلاحظ أن إجمال الواردات انخفض على أساس سنوي بنسبة 8% من حوالي 19 مليار دولار إلى 17 مليار وخمسمائة مليون دولار بالعام 2023 أيضاً إذا القينا نظرة على الدولة الأكثر أو هي المصدرة الرئيسية لواردات لبنان كانت الصين صدرت لبنان أكثر من ملياري دولار بالعام 2023 وهذا يعني يشكل حوالي 11.8% من إجمال الواردات واردات لبنان بشكل عام بالعام الماضي إذا نظرنا أيضاً إلى الصادرات نلاحظ أنه كان هناك تراجعات لصادرات لبنان بالعام الماضي واليوم يعني مع تواصل الهجمات من المتوقع أيضاً أن تتراجع الصادرات بشكل كبير خاصة مع تضرر قطاع الزراعة بشكل أساسي إذا نظرنا إلى إجمال الصادرات نلاحظ أن التراجع كان بأكثر من 14% على أساس سنوي يعني إلى حوالي تقريباً ثلاثة مليارات دولار ونشير بهذا الإطار اليوم أن العجزة التجاري بلبنان تراجع تقريباً يعني 7% إلى 14 مليار وخمسمائة مليون دولار بالعام الماضي